ما حدث مؤخراً في لبنان من كارثة تعد الأكبر من نوعها جراء انفجار كمية هائلة من نتراتي الأمونيوم بمرفأ بيروت هذه المادة التي كانت تأثيرها مثل قنبلة نووية بالضبط حسب وصف الكثير من المسؤولين اللبنانيين كانت في اتجاهها إلى ليبيا وتحديداً إلى ميناء مصراتا فقد ضبطت السلطات اليونانية في مطلع يناير 2018 سفينة ترفع عالم تنزانيا إلى ليبيا قادمة من تركيا إلى ميناء مصراتا حاملة على متنها 29 حاوية بها مواد متفجرة منها نتراتي الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزاناً فارغاً لغاز البترول المسال السلطات اليونانية أوضحت أنذاك أن المواد يمكن استخدامها في مختلف أنواع الأعمال من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب بالرغم من فرض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حذراً على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011 كما أشارت بوليسة شحن السفينة في ذلك الوقت وإلى أن وجهتها جيبوتي وعمان فيما قال خفر السواحل أن تحقيقاً أولياً وجد أن الربان تلقى أوامراً من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتا لتفريغ الحمول بأكملها ليتم القبض فيما بعد على أفراد طاقم السفينة الثمانية وتمثيلهم أمام الإدعاء الجدير بالذكرى أن وسائل الإعلام اليونانية اشتعلت مطلع 2018 مبدية اهتماماً بالغاً بسلامة شحنة متفجرات مضبوطة على متن سفينة تركية كانت متجهة لمدينة مصراتا وتم إنزالها إلى أحد الموانع جنوب أثينا